والصلاة والسلام على سيدنا محمد صاحب الخلق الحسن رضي الله عن آله وأصحابه ومن سار على نهجه واتبع هداه وهديه إلى آخر الزمن وارضعنا معهم يا رب العرش العظيم صلة الرحم من أعظم الأمور التي جاء بها ديننا الحنيف وهي من الأشياء التي تدل على أن هذا الدين من عند الله فإن بعض الأديان جاءت بقطع الرحم ليست من الأديان التي تنسب إلى الأديان السماوية وإنما هي أديان وضعية العقل يشير إلى أن الإنسان ينبغي عليه أن يكون قريبا من أهله وأرحامه قد قال الله تعالى في كتابه واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا ما أعظم أن يكون المسلم متصلا بإخوته وأقربائه وخصوصا إذا كان هؤلاء الناس يجمعون بين خصلتين خصلت الإيمان بالله عز وجل وخصلت القرابة الحسية فصار لهم علينا حقان حق الإسلام وحق القرابة جاء رجل إلى نبي الله صلى الله عليه وسلم كما أخرج الإمام مسلم في صحيحه فقال إن لي قرابة أصلهم ويقطعونني هذا الحديث عظيم عجيب وفيه حال يصف حالا كثير من اليوم حال هذا الصحابي قال إن لي قرابة أصلهم ويقطعونني وأحسن إليهم ويسيئون إلي وأحلم عنهم ويجهلون علي أحلم عنهم أن يعاملهم باللطف وهم يعاملونني بالقسوة والعنف وأحلم عنهم ويجهلون علي قال إن كنت كما قلت فكأنما تسفهم المل ولا يزال عليك أو ولا يزال معك من الله ظهير عليهم ما دمت على ذلك قال ما معنى كأنما تسفهم المل المل هو الرماد الحار الرماد إذا كان حارا حميت عليه الشمس من يستطيع أن يأكل هذا يحرق الفم يحرق الجلد قال إن كنت كما قلت فكأنما تسفهم المل كأنما تطعمهم الرماد الحار قال هم قرابته لماذا ليطعمهم الرماد الحار قال هذا تشبيه كأنما بمعنى أنك تحسن إليهم وهم يقابلونك بالإساءة فهم يأخذون السيئات ويضعونها على رقابهم كي تودي بهم إلى النار بما؟ بقطعهم لرحمك أنت ثم أكمل فقال ولا يزال معك من الله ظهير عليهم ما دمت على ذلك قال يعني الظهير يعني نصير يأتيك من الله ومعونة وإمداد وتوفيق وتثبيت ورزق كل هذا يأتيك إن دمت على وصل رحمك التي تقطعك من التي تصلك هو في البداية قال أصلهم ويقطعونني أحسن إليهم ويسيئون إلي أحلم عنهم ويجهلون علي فمو المحسن إلي أقول هذا الحديث يا أيها الأحبة ينطبق على حال كثير من اليوم يزورني عمي أزوره لا تزورني خالتي لا أدوسها لا تدسها يا أخي لا تدسها لا تزورها إلى أن تموت ويتموته متاع على قطع الرحم لا بأس إيش هذا هذا الحديث يحدثنا ورد في حديث آخر صريح جدا أيضا قال فيك مثبت في الصحيح ليس الواصل بالمكافئ وإنما الواصل من إذا قطعت رحمه وصلها ليس واصل الرحم بالمكافئ تزورني أزورك تهدي إلي أهدي إليك هذا ليس واصل الرحم هذا مقابل بيعشره يعني بتبعني أطعى بيعطيك حقه ما بتبعني ما بيعطيك ليس الواصل بالمكافئ وإنما الواصل من إذا قطعت رحمه وصلها يا أيها الكرام نحن اليوم أكثرنا بل كلنا يشكو البلاء أفلا نريد كشفه سيقول الجميع نريد فلنبادر إلى أسباب كشف البلاء بر الوالدين صلة الرحم الصدقة على الفقراء حسن الجوار حسن الخلق هذه أسباب تكشف البلاء عنه لا يزال كثير من الناس متقاطعا مع أخيه مع أخته مع عمه مع خالته مع ابن خالته ولأتفه الأسباب ولأشياء لا تخطر على بال ولكلمة تافهة قالها فلان أو فلان ولم يتيقن صحة قوله أصلا والله قالوا أنه ابن عم قال علي كذا قالوا أن خالتي قالت عني كذا أو قالت على زوجتي كذا ويأتي بعض من لا عقل له ولا دين له من من يلوذ بالإنسان وليس كل الناس هكذا ولكن بعض قلت كالزوجة والولد فتقول بعض الزوجات خالتك لم تضفنا لماذا تذهب إليها قل لها جزاك الله خيرا وفر كلامك لنفسك سأذهب إليها لأنها صلة رحم هي لا تزورك لا تزورني أنا لا أطلب منها أن تزورني كما قلنا الحديث ليس الواصل بالمكافئ إنما الواصل من إذا قطعت رحمه وصلاة هذه خالتي وفي الحديث الصحيح في مسلم الخالة بمنزلة الأم سأزورها وهي إن زارتني زارتني لم تزورني هذا شأنها أنا سأزورها لله لإرضاء الله لتحقيق صلة الرحم المأمور بها وهكذا إخوة يا أيها الكرام إخوة إخوة أسمع قصصا عجيبة إخوة أشقاء لا يسلمون على بعضهم إذا رأوا بعضهم وليس من شهر وشهرين منذ سنتين وثلاث وأربع لا يسلمون على بعضهم البعض كيف يرجو الإنسان أن تنزل رحمات الله عليه وعلى هذه الحال سبحان الله أخوات من أجل إحدى بناتهن كم يفضل الإنسان أحيانا بناته وأبناءه وزوجته وكذا على إخوته وأخواته وتقطع الأرحام ويساء إلى الناس ويصبح ويؤتى بكلام من أشنع الكلام سببه أشياء من أتفهش ما يذكر وكذلك الماء كذلك الميراث لما يتوفى الأب والأم نأتي ما هو حق الله تأخذونه أعطيكم كل شيء أمر الله تعالى به ولا أختص بشيء لنفسي حتى لا أقطع رحمي حتى لا أقطع رحمي سيقول قائل هو الذي أخي هو الذي زاد فأخذ من حقه من حقنا جميعا كإخوة زاد عما يستحقه فأخذ من ميراث أبي نعم أخذ فظلم لا ننكر هذا وهو مقصر ومسيء فإن استطعت استرداد حق استرددته هذا لا حرج فيه قطعا ولكن إن لم أستطع أفأقاطعه طول عمري لمال أكله إذا كان هو لا يخشى الله فأعامله بنفسي أسلوبه قال لا أنا أخشى الله لكن هو أكل الحق أكل الحق سأبقى طول عمري بلا سلام عليه هو لا يخشى الله يا أخي أنا ألست أخشى الله؟ نعم فلأقول له السلام عليكم فلأزره في السنة مرة لو عمله بمثل طريقته أين الفضل؟ أين الإحسان؟ ورد أيضا في الصحيح أن الله تعالى لما خلق الخلق قامت الرحم فقالت هذا مقام العائذ بك من القطيع فقال الله تعالى لها أما ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قضعك قالت رضيت الله تعالى يقول للرحم أما ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك قالت رضيت قال ثم تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله تعالى فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين أضلهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم الذي يقطع الرحم أولئك الذين أضلهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم أطرش أخرى السادة ولو بحقي وشوف لأنه لا يفقه حقوق الإسلام التي أمر بها فبالله عليكم يا أيها الإخوة أحسنوا إلى أقاربكم هم أولى الناس بالإحسان وبخاصة الإخوة وبخاصة الأخوات هم أقرب الناس لا تدعوا أبنائكم وبناتكم يكونون سببا في قطع من لا تستطيع أن تأتي بمثله قال كيف هذا؟ ابنك تتزوج امرأة أخرى تأتي بمثله أما أخوك من أين تأتي بمثله؟ أختك إن ماتت من أين تأتي بمثلها؟ هذا فضلا عن الأبي والأم لا شيء يعدل فضلهما لكن إخوتي وأخواتي أعمامي وعماتي أخوالي وخالاتي فبالله عليكم أصلحوا وحاولوا الإصلاح قد تكونوا على خير مع أقاربك لكن ابن عمك مع أخيه ابن خالتك مع أخيه كن سببا في الإصلاح بينهم هذا أمر عظيم إذا كان فساد ذات البين قائما فينا نحن المسلمين فإننا والعياذ بالله لا نرجو إلا أن ينزل الله تعالى علينا غضبا أولئك الذين أضلهم الله فأصمهم وعم أبصارهم تهديد شديد من الله تعالى في قطع الأرحام فأصلحوا يا أيها الأحبة ولو بالاتصال أنا قلت مرارا وأقول الآن ولو اتصلت يا أخي أقل ما يكون أضعف الإيمان أن أتصل أقول ما رح يرد اتصل لو ما رد أول مرة وثاني مرة وثالث مرة سلام عليكم أنا ما بحكي معك لا تحكي معي بس أنا لوجه الله أبسلم عليك أنا لوجه الله أبسلم عليك سيغلق السماعة في وجهي فليغلق السماعة في وجهي أنا بذلت ما استطعت حينها يكون هو الآسم وحده وأما إذا لم أبادر أنا فالإثم مشترك بيننا ولو كان في البداية هو المؤذية أيها الأحبة فالأبادر أنا للخير إنا نرجو رحمة الله بأن تعود صلاتنا حسنة كما كانت كم كنا نذكر قديما أن أهلنا أباءنا وأجدادنا كانوا لا يتركون الحي الذي هو فيه ولو كان البيت ضيقا تسألوا ليش يا والدي ولك هون أرحمنا ويننا نطلع عما تكون خالاتك ويننا الروح الله أكبر من أجل صلة الرحم مع ميل ما بترك الحي من أجل أن يصل لرحمه الآن السيارة موجودة بدور حلب وبروح الشام وعند أخته ما بروح يا الله على الذي حل بنا يا الله على الذي جرى لنا عند أخيه لا يزوره عند خالته لا يزورها لماذا كما قلت لأتفه الأسباب لماذا لقسوة القلب التي صارت في القلوب ولتحريض بعض المخطئين على ذلك ألا فلنرجع إلى الله تعالى والنصل أرحمنا راجين بفضل ذلك أن يكشف الله الكرب عننا اللهم اكشف كربنا وضراءنا برحمتك وفضلك يا رب العالمين والحمد لله رب العالمين